برعاية أميني عام جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية السيد مازن لحمود أقامت مجموعة كشافة ومرشدات البطرياركية بعمان حفلاً في ساحة كنيسة يسوع الملك في المصدار لتكريم قادة وأفراد المجموعة وتجديد وعدها حضر الاحتفال قدس الأب الدكتور عدنان بدر كاهن الرعية وقدس الأب سليمان حفاوي المرشد الروحي والسيد منذر زميلي رئيس القطاع الكشفية والأهلي وعدد من الأباء الكاهنة وجمع غفير من المدعوين وأكد زميلي لنورسات أن هذا الاحتفال يعكس مدى التطور الذي وصلت إليه الحركة الكشفية الأردنية الساعية نحو النهوض بالمجتمع الأردني وتربية النشأ الجديد على أسس راسخة من التربية الوطنية السليمة لا شك أن ما رأيناه اليوم يعكس مدى التطور التي وصلت إليه الحركة الكشفية الأردنية وخاصة القطاع الكشف الأهلي الذي أتشرف برئاسته ومعي مجموعة من الزملاء في مجلس إدارته والذي نحاول من خلال مجلس الإدارة والجهد الكبير الذي وذوله قادة المجموعات أن ننهض بالقطاع الأهلي في هذه المملكة الحبيبة في بادن الأردن بحيث تصبح الحركة الكشفية أكثر عالمية وأكثر قبولا لدى أفرادنا ونسهم في تنمية المجتمع وفي تربية النشأ الجديد على أسس راسخة من التربية الوطنية والتربية الدينية وبحيث يكونوا مواطنين صالحين ليخدموا بلدهم وأمتهم في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم مواطنين